وأنا بتابعك حتى وإنت بتحلل حبك للنادي الأهلي والارتباطك الكبير جداً جداً بالنادي الأهلي عايزة أعرف رأيك في بعض اللعيبة اللي رحلوا عن النادي الأهلي الفترة يعني أنا طبعاً ما تمناش إن اللعيب كويس يرحل عن النادي الأهلي يا كابتن هاني أنا حزنت طبعاً إن اللعيبة اللي مشيت من النادي دي للأسباب اللي كلنا عارفينهم ومعلقت بتعليقات ما كنتش أتمنى إنما إحنا لسه بنتكلم إن إحنا مشوفناش في النادي الأهلي حاجة وحشة النادي الأهلي ساعدنا كتير كلعبين ساعد كنتوا كلعبين كتير جداً إداكوا كتير جداً ما خدعكوش في حاجة كبركوا وعلمكوا وساعدكوا وكون شخصيتكوا وإداكوا حب الجمهور النادي الأهلي عمره ما بيقف على حد عمره عمره ما هيقف على حد ولا هيقف على حد كان وقف من بداية التاريخ وبداية تكوينه في 1907 على الناس اللي أسسوه إنما لا الأجيال عدت والأجيال تكونت محققين أكتر من 140 بطولة مثلاً ما شاء الله يعني ولسه النادي الأهلي هيحقق فالنادي الأهلي مش هيقف على حد يعني مش عايزين نعد الأسماء والشخصيات الأسطورية اللي عدت في تاريخ الكورة المصرية من خلال النادي الأهلي فالنادي الأهلي مش هيقفة فوري إنما ما تغدعش النادي الأهلي وما تصغرش النادي الأهلي وده سبب زعلي ده سبب حزني من الناس دول إنه هم صغروا النادي الأهلي إحنا عارفين التفاصيل وعارفين تفاصيل المحاولات التجديد والأمور كلها فإنت مش عايب إن أنت تمشي وتقول للنادي الأهلي إن أنت هتمشي إنما ما تغدعش النادي الأهلي وإنت محسوب إن أنت أسطورة من أساطير الأهلي أو ابن من أبناء الأهلي تيجي تفضل تخدع النادي من خمس ستة شهور أنا معاك أنا معاك أنا معاك أنا مش مع النقطة دي وده اللي زعني أكتر حاجة جدا من اللعيبة وقلت وانتقدت النادي أنه هو وصل مع اللعيبة دول لدرجة الثقة أنه يفضل سايبه لآخر لحظة الاحتراف ما عادش فيه طبعا والإغراءات المالية إنما أنا بتكلم إنسانيا أنت مشوفتش جوه النادي الأهلي حاجة وحشة النادي الأهلي بيعرض عليك فلوس أنت لما هتجدد للنادي الأهلي النادي الأهلي مش هيديك رز وزيت وحاجات لا هيديك فلوس آه أقل من اللي أنت روحته إنما فيه حاجات كتير جدا تقدر بمال حب الناس ليك تقدير الناس ليك فيه حاجات أبواب بتتفتح لك وانت بتشيرت النادي الأهلي أو وانت سايب ذكره كويس في النادي الأهلي هتتجاوز اللي أنت هتأخده ده كله بكتير بكتير وأعتقد إن هم حسوا وحيحسوا الفترة اللي جاية بالنقطة دي نقطة مشاينهم من النادي الأهلي آه أنا بص اللي عجبني في النقطة دي يا كابتن ويل وعدم أعطى كلامك جملة قالها الكابتن محمود الخطيب وأنا مقتنع بها تماما ساعة ما طبعا الإعلام الكبير يعقوب الساعد سأله قال له أنا مش زعلان منهم أنا زعلان عليهم دي كانت الإجمالي والمبيني اختصار 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 الصريح أنا قلت لك كابتن هاني أنا حزين إن هم لعيبة لهم تاريخ وصنعوا تاريخ جوه النادي الأهلي وكانوا من القوام الأساسي للنادي الأهلي فأنا حزيني للعيب كويس وليه تاريخ يمشي من النادي الأهلي أنا مش ضد إنه هو يمشي بس بالطريقة بالطريقة دي وبالخداع اللي حصل من اللاعبين دول لإن أنا مش شايف لإن أنا عارف تفاصيل الحوارات اللي حصلت النادي ما أسرش معهم في حاجة انت تعلم خليك واضح وصريح من أول وقول لي أنا همشي النادي الأهلي مش هيقف على حد ولا عمره هيقف على حد لو بنتكلم على الجيل الزهبي مش هنروح للأجيال اللي قبل كده كلنا بطلنا الحمد لله يعني كابتن صالح سليم بطر أنا هتكلم على الجيل القريب بس يعني مش عايز أذكر الأجيال اللي قبل كده إنما فيه تاريخ كابتن خطيب كابتن صالح سليم الأسماء التاريخية الجيل الأخير اللي الناس متذكرها بشكل كويس وشافيته كل الناس مشيت أبو تريكل حضري بركات عماد متعب الأسماء دي كلها بطلت والنادي الأهلي كسب بطولة أفريقيا وهيكسب دوري وفيدل يكسب دوري فدي نقطة اللي زعلتني أن أنت ابن النادي ومحسوب على النادي ومحسوب نجم من نجوم النادي تغدع النادي واتبين النادي في الصورة دي اللي بيخدع كابتن وائل بيخدع نفسه الأول وما أعتقدش أنه اللي بيخدع يعني الناس بعض الوقت ممكن يخدعهم طول الوقت يعني هي دي فعلا مقولة يعني أفتكر أنه هي يعني إن جد صحي جدا يعني فلي بيخدع بيخدع نفسه وانت يعني شفت يعني حتى أنت بلوقتي بتقول أنه اللي بيضحي بيضحي ببطولات بيضحي بإنجازات بيضحي بحب الناس وده رقم واحد على فكرة يعني ده ده شيء مهم قوي ف والجمهور عارف جمهور عارف يعني طبعا طبعا الحب الناس ده لا يقدر بتمن سهمه وبنشوفه في الشارع وبنشوفه في كل مكان بتروحي أن أنت لعبت للنادي الأهلي وأخلصت للنادي الأهلي أنا ما فيش مشكلة أن أنت تمشي عادي أمشي بس أنت تمشي بوضوح وتمشي بعدم خداع فيعني ده سبب زعلنا إنما أنا بقى إحنا مزعلانين ده إحنا مبسوطين جدا 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 النهاردة أنك كنت معنا بجد يا كابتن وائل يعني كنت وحشنا جدا وجمهور النادي الأهلي فعلا أنت كنت وحشها اللقاء أكتر من رائع يعني في بيتك في البيت الكبير وعيدنا إن شاء الله كل إن شاء الله كل زيارة كده